السلام عليكم هدا كاترة يتجدد بين اللقاء دلوقتي في المحاضرة رقم 11 في شابتر number 8 اللي بتكلم عن التطهير والتعقيم احنا كنا تناولنا قبل كده سبع شابتر كانوا في عشر محاضرات تناولناهم من أول الانتروداكشن لحاد موصلنا للانتمايكروبيا الكيموثيرابي في المحاضرة اللي فتت النهاردة المحاضرة رقم 11 وعنوانها زي ما قلنا Disinfection and Destralization وكل محاضراتي السابعة وكل محاضراتي اللي جاية إن شاء الله متحملة كلها على قناتي على اليوتيوب وده اللينك بتاع القناة على اليوتيوب وده اسم القناة على اليوتيوب دكتور يشام الدمرداش بالإنجلش أو دكتور يشام الدمرداش بالعربي مع حضراتكم دكتور يشام الدمرداش استشاري علم المناع ومايكروبياولج هنتكلم مع بعض دلوقتي على الشابتر رقم 8 هنتناول في أو بايندين للمحاضرة دي هنتناول هنكون عرفنا يعني Sterilization يعني Disinfection يعني Disinfectant يعني Antiseptic يعني Germicite وستريلات هنعرف كل الليفر بتاع Disinfectant وبالإكزمبلز بتاعتها هندفين الترم بتاع الPre-Cleaning والDecontamination وهندسكرايب المينمسطة of Disinfection والمينمسطة of Sterilization وهنكمبير between the moist heat and the dry heat في عملية الاستراليزيش لو احنا اتكلمنا في الاول وهنتكلم عن الاستراليزيشن اللي هي عملية التعقيم ببساطة دي بنقول عليها Validated process used to render a product free from any viable microorganism يعني دي validated process طريقة ان انا بيكون ال product اللي معايا free من اي viable microorganism including حتى البكتيريال طب ليه انا هنا جيت وتكلمت قلت حتى البكتيريال ليه ما سبتهاش عامة كل ال viable microorganism لان احنا كنا تكلمنا في المحاضرة رقم اتنين في المحاضرة رقم ثلاثة بالتحديد ان اقولنا في بعض المايكرو ارجانيزم زي الباسيلس والكلستريديم لما تتعرض لharsh condition او unstable condition او unfavorable condition بتموت معادة الميكروبين دول معادة الباسيلس والكلستريديم فبتخش في عملية Spirulation وعملية التحاصل وبتتقوقع حوالي نفسها ال vegetative cell من البكتيريا بتموت عند درجة حرارة ستين يعني البكتيريا العادية لما دخلتش عملية Spirulation بتموت عند درجة حرارة ستين لكن Spirulated bacteria او البكتيريا اللي بتعمل Spurs او bacterial spurs دي بتموت عند درجة 121 درجة مائوية لمدة 10-20 دقيقة فلما لما لما اقدر اعمل اه تعقيم ل product وما يكونش فيه viable microorganism حتى bacterial spurs اللي هي بتموت عند 121 درجة مائوية وبتوعد لل 10-20 دقيقة M under pressure بخار تحت الضغط او hydrogen peroxide اللي هو البلازما جاز او الجاز بلازما او الاثيلين اوكسايد جاز او dry heat اه دولا كلهم the main validated sterilized process for use in healthy care facilities الاستراليزيشان essential for culture media الميديات اللي انا بزرع عليها او critical items intended to enter vascular system الحاجات اللي ممكن تخش جوه الجسم and sterilized tissue such as vascular catheter والاداتيجراحية اللي هي surgical instauriment طيب انا اتكلمت عن في السلايد اللي فات تكلمنا عن استراليزيشان اللي هو التعقيم دلوقتي هنتكلم عن disinfection اللي هو التطهير تمام it is a process that's eliminate most if not all انا بي eliminate the most ممكن مش الكل pathogenic micro-originals لكن هنا ما بقدرش هاجه عندي the spores هنا الفرق ما بين the sterilization والdisinfection ما بين التعقيم والتطهير ان the sterilization اللي هو التعقيم including حتى bacterial spores لكن the disinfection except the spores وبرضو بقول مش كل مش كل if not all pathogenic microorganisms عدا the spores ده على عكس طبعا زي ما هونا في the sterilization sterilization بيغطي الكل وحتى bacterial spores disinfection is not spores ما هوش قاتل ما هوش قاتل ما هوش قاتل لل spores disinfection is required for devices and equipment and equipment don't 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 penetrate the tissue والدفرام والدفرام والسوابد بـ 70% قال لكم طب الحاجات اللي هي contact مع الميوكس منبرين the immersion of endoscope الاثنين في المية ابع اللي هو ortho phaceldehyde OPA the disinfectant for 12 دية تمام؟ يبا احنا عرفنا دلوقتي الفرق ما بين the sterilization and disinfection تعقيم وتطهير sterilization بيغطي كل pathogenic microorganisms بما فيها bacterial spores لكن disinfection مش كل pathogenic microorganisms وكمان except the spores فبالتالي هي هو not sporeside تمام؟ لما تكلم عن disinfectant احنا فقلنا disinfection اللي هو التطهير disinfectant اللي هي المطهرات disinfectant chemical agent but sometimes as a physical agent that's achieved disinfection يبتعمل تطهير it is referred to substance applied to inanimate object يعني اللي هي الحاجات الجماد الجماد تمام؟ يبقى على الحاجات اللي هي الجماد طب level of disinfection disinfection disinfectant may be categorized categorized بنقدر نحطها في levels معينة في ثلاثة high level و intermediate level و low level طب ال high level اللي هي ال high level بتبقى جرمي صيدل احنا اتفعناها من المحاضرة اللي فاتت على كلمة صيدل اللي هي القاتلة بتعمل killing وكان عكسها الاستاتيك اللي هي بتعمل انهيبشها للبكتيري والملتيبليكيش يبقى جرمي صيدل اللي هيبقى that's kill all microbial microbial spells 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 اللي هي الانسكابات او التسريبات اه دي زي كلمة مقارنة كده مقارنة كده مقارنة كده لكلمة infiltration او تمام بعد كده عندي intermediate level disinfectant the germicide لان دي قاتلة برضو that kill all microbes except bacterial spores يبقى high level high level من من الدس infectant germicide برضو بس اكسبت large number of spores لكن ال intermediate ما بيجيش عند spores خالص example including الhydropyl alcohol دي كانت ال intermediate low level من الدس infectant germicide that kill most vegetative bacteria يبقى احنا اتكلمنا في الاثنين الاولينين قلنا ال high level بيكال البكتيريا معادة a large number of spores تمام ال intermediate بيكال all microbial pathogens except bacterial spores لكن هنا دي كمان ممكن نستثني منها بعض ال vegetative form of bacteria الشكل الخضري او الشكل النمو العادي بتاع البكتيريا يبقى بتكال most vegetative bacteria except tubercle bacilli مش tubercle bacilli بس و المشكلة 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 بتاعتها في الجدار بتاعها في waxy layer ميكولك acid وكمان ما بيجيش عند البد بستخدموا في هزي الحالة كاذا low level disinfecting الكوتريني ammonium compound for disinfection of floors and food preparation تمام قدين عرفنا ان فيه 3,000 من ال disinfectant هناتكلم دلوقتي عن ال antiseptic ال antiseptic a chemical disinfectant دي متاهرات chemical which can safely applied on skin or mucus membrane but not suitable for systemic administration يعني لو حاجة هتخش جوه الجسم لا this term is used especially for preparation applied topically to living tissue يبى حاجة applied typically ممكن can be applied على ال skin او على الاغشية المخاطئة لكن not suitable for systemic administration زي 70% either provide alcohol to prepare skin for injection او pre-operative skin preparation with alcohol based iodine compound in surgical operation يبى حاجة contact مع ال skin او حاجة contact مع الميوكس membrane فهي دي ال antiseptic لكن هيش مناسبة على الاطلاق انها تخش systemic administration طيب هنتكلم دلوقتي على الجرمي سايد الجرمي سايد ايجنت ما احنا قلنا سايد يبدستروي ميكرو ارغانيزم اه ميبي فيريسايد يعني قاتلة للفيروس بكتيري سايد تأتي للبكتيريا فانجي سايد يعني الفطريات سبوري سايد خاصة بالسبور خاصة بالتوبركلاس جرمي سايد دي حاجات جرمي اللي هي جرمي سايدة على الانانميت اوبجكت اللي هي الجمات تمام في بعض الديفنيشان وي البرنسپل اللي هي الترميث لازم نأرافها مع بعض ستيريانت كيميكال جرمي سايد ذات اكشيف استراليزيش يبقى الحاجات اللي هي ستيريانت دي كيميكال جرمي سايد ذات اكشيف الاستراليزيش في لفظ اللي هو الكلين او بريكلين كليينت او بريكلينج ريموفا الاو فورين ماتيريا سواء هي أورجانيك او انورجانيك كنتامنانت From medical devices as a part of decontamination process It is usually done with water and soap Detergent or enzymatic product Clean must be always preceded يعني يكون قبل الدسانفكشن يبا عملية التنظيف عملية التنظيف ولابد أن تسبق عملية الدسانفكشن And sterilization ما يصحش أن أنا استهلك Disinfectant أو حاجة باستخدمها في مجرد أن أنا نظف ودي بعملها بحاجة عادية جدا زي المية والصابون فما صحش أن أنا أستخدم مادة مكلفة إلى حد ما أكتر طبعاً من المية والصابون أستخدمها في عملية الكلينج أو البركلينج تمام الdecontamination التلوث لعني كلمة ممكن يطلق عليها مجازاً تطهير أنا بشير كل الملوثات للمستوى To level which items are safe to handle يعني أن أنا بقلل المستوى بتاع المسجم pathogenic microorganism من الحد اللي أقدر أتعامل معاً Decontamination include sterilization and disinfection The main method of disinfection يا إما chemical disinfection زي إحنا ما تكلمنا وتكلمنا فيها في الكامل سلايد اللي فات يا إما boiling boiling good Boiling عند مية درجة موية المدة 20 دي achieve highly disinfection It can be used in emergencies if sterilizer if sterilizer is not available يعني أنا أو ما عنديش حاجة عمل بها تعقيم أو ما عنديش معقم جاهز وبسرعة وعندي حالة emergency طوارق يبقى أغلل حاجات في مية درجة موية لمدة 20 دي البستراليزيشن عملية البستراليو في الغالب بنستخدمها في عملية الألبان بستراليزيشن of milk by heating عند 63 درجة موية لمدة نصف ساعة أو 72 درجة موية لمدة 20 دي followed by rapid cooling بسخل لمدة 63 بسخل لمدة نصف ساعة عند 63 درجة حرارة أو لمدة تلت ساعة عند 72 وبعد كده بعمل rapid cooling ده على طول وعلى الفور بيديستروي الimportant بستخدمها في حالات المايكوباكتيريوم توبركولوزيس والبروسيلا والسلمونيلا والكوكزيلا بيوميتي تمام دي عملية يبا احنا عرفنا الـ chemical disinfectant عرفنا الboiling والdisinfection بالboiling water بالبستراليزيشن كمان thermal disinfection by hot water thermal disinfection بالhot water إن أنا بعمل التعقيم تعقيم حراري أو تطيير بالحرارة بالمية السخنة بالhot water can be preformed in a special washing machine يعني غسلات من نوع خاص ودي بستخدمها ذاي في حالات اللينين اللي هو الكتان in hospital laundry الـ dashes and the devices للأطباق والـ devices اللي هي ما بتستحملش درجة حرارة عالية with the stand يعني can not with the stand يعني ما تقدرش تصمد قدام درجة الحرارة عالية يبا thermal disinfection إما بستخدم غسلات من نوع معين زي حالات الكتان في الـ hospital laundry أو الأطباق أو الأجهزة أو الـ devices اللي هي ما تستحملش أو لا تستطيع الصمود أمام درجة الحرارة عالية بعد كده عندي الـ ultraviolet radiation الـ ultraviolet radiation بالـ ultraviolet بعمل بقدر استخدم الـ ultraviolet artificial produced و الـ ultraviolet أولا بيطلع منين بيطلع من mercury lamp لمبة لمبة زبا الـ ultraviolet ray have a weak penetration power and it is used only for air and the surface disinfection يعني لو أنا بشتغل في حتة معينة بشتغل في حتة معينة في منطقة قليلة وعايز الهوى بتاعها يكون معقم مفهوش أي pathogenic micronegionism أو ما يدخلش معايا في interaction شغال في معامل مثلا زي حالات laboratory safety cabinet ودي شكل laboratory safety cabinet بمكان زي ده لو إحنا واخدين بنا من technician أو الدكتور اللي قاعد قدام دي اسمع الـ bio safety cabinet الحاجات كلها جوة والهنا المنطقة دي شغال فيها منطقة يعني فيها التعقيم بالـ ultraviolet فيها لمبة جوة المبة دي أنا بشغلها قبل ما قبل ما شغل قبل ما أبدأ أشتغل في المكان ده بعقم الأسطح كلها وبشغلها لمدة 15 دقيقة اللمبة دي وبعندي بلاور بخليه اشتغل عشان يعقم لي الهوى اللي جوه هي متوصلة هنا فوق المفروض متوصلة هنا فوق بمصدر بيصحب الهوى اللي بيتجدد فيها ويطلع منه الهوى حتى ده الهوى هنا كله المكان ده بيبقى معاق دي اسمها الـ bio safety cabinet وفيه كونتب تانية بتسميها اللملة air flow بس طبعا الاسم ده مش عليكم أنا جبت أولا حتى الصورة موطلوبة منكم بس أنا جبتها لكم عشان تبقى عارف يعني ايه كلمة bio safety cabinet method of sterilization احنا اتكلمنا قبل كده واتكلمنا في الخامسة وي بتاع disinfection يعني chemical disinfection بولنجووتر بستراليزيشن سرمال disinfection أو ultraviolet هنتكلم دلوقتي على اللي هي عمليات التعقيم اول حاجة هتكلم عنها steam sterilization steam sterilization ان انا بتاعقيم بالبخار تمام ان انا بعقم بالبخار it is the most safe and commonly used sterilization missile اكتر حاجة مستخدمة واكتر حاجة امنة it is accomplished in autoclave دي بتحصل في autoclave and use moist heat in the form of saturated بيبأ انا بستخدم في moist heat وبيبأ سيطري بيبأ dry steam underbridger البخار تحت ضغط for specific time for specific temperature ده بيدينا الaction يعني بخار تحت ضغط for specific time for specific temperature بيتمم لعملية steam sterilization the sterilizing agents thus for parameters for steam sterilization بمحتاج steam محتاج بخار محتاج الستيم ده يكون تحت ضغط وستيم تحت ضغط عند درجة حرارة معينة استيم تحت ضغط عند درجة حرارة معينة والمدة معينة كمان عشان يتمم لعملية steam sterilization او التعقيم بالبخار تمام the ideal steam the ideal steam the ideal steam for sterilization is saturated saturated steam يعني ضغط بخار مشابع طب ليه كلمة بخار مشابع يعني أنا ليه عايز البخار يكون مشابع لأنه ده essential for me steam saturated ليه which means free of air لأنه ده ما فوش air because the air act for insulter insulator and hinder elpenetration أولا لما يكون البخار مشابع معنى كده أنه ما فوش هوا الهوا ده بيعمل عازل وكمان يعوق عملية elpenetration أن التعقيم يخش جوه الحاجة يعني insulator ده بيكون عازل وكمان يعوق عملية elpenetration hinder عملية elpenetration تمام هذا الpressure الضغط ده serve as amine وسيلة to obtain high temperature necessary to kill أو quickly kill the microorganism to common steam sterilizing temperature يعني مهمية واحد وعشرين درجة موية maintain the four minimal exposure time 30 دقيقة أو 132 درجة موية عند 4 دقيقة يأما أننا عشان أحصل على التعقيم بالبخار يأما 121 دقيقة المدة 30 121 درجة موية المدة 30 دقيقة أو 132 درجة موية المدة 4 دقيقة A regard mode of action moist heat destroy microorganism طب هو بي destroy microorganism بإيه بيعمل coagulation بيعمل تجمع أو تجلط وdenaturation of enzyme under structural protein بيعمل denaturation بيعمل بيفصل كل structure protein أو البروتينات التركيبية اللي داخل فيه تركيب microorganism steam sterilization is non toxic يبقى steam sterilization مثل انه هو non toxic لانه فيه حاجات هنتكلم بعد كده هنقول عليها toxic هنا ده non toxic و inexpensive ما هو غالي وكمان rapidly heats and penetrate fabrics الانسجة والكلام ده بيخشها بسرعة it is the most widely used and the most reliable ليه لانه non toxic مش غالي rapidly heats and penetrate the fabrics تمام في monitoring of steam sterilizer ده autoclave used for 3 monitor يبقى انا عشان امنطور steam sterilizer واشوف كفاءة الحاجة بعمل 3 monitor او indicator معينة فعندي الاول حاجة mechanical indicator العلامات او الدلالات الميكانيكية using printout or graph that monitor the time temperature and pressure of the sterilizing cycle الدورات التعقيم بقدر عملها controlling وبقدر اشوفها قدامي بprint out بحاجة العالم اطبوعة او graph بقدر منو تور منو درجة الحرارة والوقت بتاعة دورات التعقيم الحاجة التانية عندي chemical indicator او integrator integrator اللي هي عوامل التكامل يبقى عندي علامات كيميائية او دلالات chemical وكمان حاجات اللي هي عوامل التكامل chemical impregnated paper chemical impregnated paper يعني ايه يعني عندي شرائط من الورق مشبعة شرائط من الورق مشبعة كيميائية تمام يبقى عندي في المعشرات الكيميائية في المعشرات الكيميائية او عوامل التكامل عندي شرائط من الورق chemical impregnated paper شرائط من الورق مشرب كميعيا. That must be used with each sterilization cycle. كل دور التعقيم بيبقى معاها مجموعة من الورق المشبع كميعيا. عشان ببص بي وبشوف the monitor the temperature and time. The temperature all time. يعني ما درجة الحرار all time and درجة اول temperature. الشريط الشريط من الورق المشبع كميعيا دي بيحصل فيها تغيير في الكلورز بتاعتها بقدر باحكم بيها على الافيكاسي بتاعة الستريليزيشن سيتل. وبعد كده عندي Biological Indicator اللي هي العلامات العلامات بيولوجهية بابر ستريبس برضو استريب سبورز جيوباسيلس استريوثيرمفلس. يبقى جيوباسيلة الترمو ثرمو فلس دي بتبقى امبرجنيتد على ستريب بابر او الاسبورز بتاعتها the biological indicator are replaced as the coldest coldest point of the chamber يابه بحطها في اكتر حتة cold درجة حراء فيها خفيف اكتر حتة سقعة after finishing the cycle of sterilization الورق المشبع بالسبورز بتاع الجيفولس الترمو ثرمو فلس incubated in fluid medium عند 37 درجة مقوية لمدة 48 ساعة لو رعينا درجة الحرارة دي والمدة دي بالدرجة صالحة للنمو او ان السبورز ترجع تبقى vegetative تاني لان خلاص كانت سبورز عشان اتعرضت لهارش condition او ان سيوتوبل condition او ان او انفيفربال condition ان انا رجحها تاني في درجة حرارة 37 دي درجة سليمة او صالحة انها ترجع تبقى ايه vegetative cell تاني تتحول من 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 سبورز الى vegetative cell اللي هي عملية germination absence of bacteria gross indicate and efficient sterilization cycle يبقى لو لو السبورز دي ما رجعتش عمل gross تاني ورجعت لل vegetative form معنى كده ال sterilization cycle دي كانت صح تمام؟ يبقى التلاتة اللي بعمل بيه monitoring اما mechanical monitoring أو mechanical indicator أو chemical indicator و integrators أو biological indicators طيب انا خدنا اول حاجة في ال sterilization خدنا steam sterilization وتكلمنا عنه والmonitoring بتاعه ناخد نمرة اتنين low temperature sterilization method low temperature sterilization method the hydrogen peroxide gas plasma gas plasma يبقى الغاز البلازمة يبقى الغاز البلازمة has been referred to as the force state of matter لان فيه liquid وصولد وغاز وغاز البلازمة أو الغاز بلازمة الغاز بلازمة are generated in an enclosed chamber under deep vacuum تحت ضغط عالي أو ضغط شديد using radio frequency or microwave energy أو طاقة طالعة من الميكرو ويب two excited is a gas molecules that produced charged particles charged particles particles مشحونة وحطيت تحتها خطة هنعرف ليه دلوقتي many of which are in the form of free radicals the free radicals interact with the essential cell component زي ال enzymes والنوكليكاسد والنوكليكاسد تمام للشارج الدي للشارج الدي اللي على البارتكالز خلتها انتراكت مع مين مع ال enzymes ومع النيوكليكاسد thereby disturb the metabolism of microorganisms in addition to the direct inactivation of the hydrogen break site يبا الانتراكشن اللي حصل ما بين charged particles وما بين الإنزيم والنوكليكاسد ده عمل disruption للمتاباليزم بتاع microorganisms غير الأكشن التاني بتاع الhydrogen Total time of sterilization cycle is about خمسين دية medical material and the devices cannot tolerate high temperature and the humidity such as some plastic electrical devices and corrosion susceptible metals alloys can be sterilized by this method لأنها ما تقدرش تستحمل درجة الحرارة العالي الجيوباثلس esterothermophilus اللي هي كانت عبل كده اسمها باصلس esterothermophilus spores are used as a biological indicator to minimize the efficacy of sterilization process يبا عندي اتنئية عندي الجيوباثلس الجيوباثلس esterothermophilus ممكن استخدمها as a biological indicator لعملية low temperature esterolization وكمان كانت by using spores بتاعتها وكمان كانت في steam esterolization تمام عندي الحاجة التانية في low temperature esterolization عندي ethylene oxide gas esterolization الا الا the exposure time is long الوقت اللي بتعرض بيتعرض له بكتير vary from من 3 6 ساعة زي مثل بتبقى with probable toxicity هنا 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 كانت في الطريقة بتاعت قلنا مع بعض في steam esterolization انو كان toxic و كان ما هوش ما كانش expensive وكان يعمى بالكتير نصف ساعة او لو عند 32 درجة موية كان 4 داعي ما نتكلم على الثلين او الثلين او الثلين الثلين او الاستمرار نصف ابو الثلين او مستخدم الثلين او الثلين الفلين الثلين او الثلين الثلين البراثيتيك عصيد استراليزيشن it used to sterilize medical and surgical way dental instruments زي الاندوسكوب والارثروسكوب البراثيتيك عصيد denaturate denaturate البروتين وdisturb السيل والوكسدايز البروتين and enzymes of the microbes احنا اتكلمنا قبل كده نرجع مع بعض عشان نرجم على العنوين تاني اتكلمنا عن method of sterilization خدنا نمرة واحد نمرة واحد steam sterilization وبعد كده اخدنا low temperature low temperature sterilization واخدنا تحتيه hydrogen peroxide selenoxide واخدنا البراثيتيك هنتكلم على نمرة تلاتة بقى dry heat dry heat sterilization dry heat sterilization include the falling form نمرة واحد incineration incineration اللي هو الحرق الحرق ده باستخدمه لل dead animal dead animal body والinfectious hospital waste shot as surgical dressing and needles والكلامنا ان انا بحرق حاجة وبتخلص منها فبالتالي ده dry heat يبقى incineration اللي هو الحرق باستخدمه لل dead animal bodies وكل الواست اللي طالعه من الhospital عبو مي بيتكون infected فبالتالي بسميها infectious hospital waste product زي surgical dressing والنيدلز وكلام ده كل ال red heat encapsulating wires loops points or forceps ملقاط arrest rise by holding them in a flame بامسكها على الفيليم وبعرضها للفيليم لمدة لحد ما تبقى red hot لحد ما كأنها كأنها بيت حاجة حمرة red hot سخنة قوي وبانت انها حمرة فعشان كده بسميها red heat ياما بحرق يبقى كده يبقى dry heat ياما بالحرق او بالred heat او نمرة ثلاثة بالdry heat sterilization or hot air oven تمام dry heat اللي هو ببساطة التعقيم بالحرارة الجفة تمام the method dry heat are sterilizing agent is the most common time temperature relationship مية وسبعين درجة معوية المدة ساعة او مية ستة وتمانين او مية وستين درجة معوية ومية وستين درجة معوية المدة ساعتين تمام او مية وخمسين درجة معوية المدة ساعتين ونص الباثيلاس باستراتيات التراثيسة spores can be used for as a biological indicator المودفاكشن كلمت due to oxidation of the microbial siliconستن the method is used for material that might be damaged by moist heat مثل باودر 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 Non-toxic, relatively inexpensive يبقى non-toxic برضو زي وزي الستيم بس الستيم كان inexpensive ما كانش غالي ده relatively inexpensive And it is non-corrosive يعني ما بتسببش تأكلات Non-corrosive ما بتسببش تأكلات للمتال والشارب انستريب تمام The disadvantage are slow rate of heat penetration and the time consumed احنا كنا بنكلم في ساعة و ساعتين و ساعتين و نص و الكلام ده time consuming And high temperature كنا بنكلم في مئة و سبعين و مئة و ستين و مئة و خمسين Not suitable for most material بعد كده عندي احنا خدنا ثلاث حاجات وبعد كده عندي other Astralization method number 4 Ionized radiation Ionized radiation يعني ان انا بعمل Astralization by ionizing By ionizing radiation Can be obtained by Cobalt 16 gamma rays Or electron accelerator By ionizing radiation Ionizing radiation have high penetration power And therefore used for Astralization and Pre-packed heat sensitive Such a bone grafts عملية ترقيع العض Surgical sutures اللي الغرز الجراحية Dispossible plastic syringe Gloves Catheter And plastic Bacillus Bacillus pomulus spores are used for biological indicator to monitor efficacy of radiation Astralization بعد كده الفلتريشن ان انا بعمل تعقيم بالترشيح فلتريشن يعني بعمل عملية الترشيح على فلتر معين A process used to remove Bacteria from Thermoliable pharmaceutical fluid Thermoliable pharmaceutical fluid Antibiotic solution Hormones Vitamins That cannot be Provided by Any other means مقدرش ان انا عمل Astralization بطريقة تانية Fluids can be rendered free Of bacteria انا عايز اوصلها ان اتبقى Free from bacteria By passing them Through bacterial membrane filter With bores Smalls as البرز بتاعتها الخروم بتاعتها بتكون smalls بتوصل about 0.22 22 من 100 Micro liter فبالتالي لو في بكتريا تتحجز فوق الفلتر ما تنزل ليش تحت Filtre can be also used to remove Microorganisms from Air supplied To the critical area Such as operating room اللي اوض الجراحة Drag factors المصانع بتاعت الادوية And laboratory biosafety cabinet اللي كنا بنكلم عليها من شوية Such filter are known as High efficacy particulate air High H E Particulate B Air A فبسميها HIPA filter ال HIPA filter دي عبارة عن ايه اللي هي High efficacy particulate air Which can provide strile air At the filter phase ما بعد الفلتر أنا عندي strile air تمام The endowagment The endowagment producing وده شكل ال HIPA filter طبعا مش مطلوب منك ولا مطلوب منك تبعارف صورته لكن احنا متفقين على مبدأ من الاول ان الصورة بألف كلمة دي رقائق من الالامونيوم مليار رقائق من الالامونيوم وكنتنوات sheet of filter ده filter sheet randomly arranged fibers فبالتالي الهواء اللي طالع من بعض منه بيبقى filtered بالكامل تمام اذا الستراليزيشا مثود عند الأزون الأزون معروف انه هو سريع بار عن Oxygen O2 ومعه كمان زرت أوكسجين التاني كمان loosely bound to the oxygen atom that make الأزون a powerful oxidant that destroy microorganisms الأزون has been used for years as a drinking water disinfectant بس طبعاً لفترات طويلة عندي الفورمالدهيدي ستيم الفورمالدهيدي ستيم ده واحد من الحاجات اللي بتعمل استراليزيشن Low Temperature استراليزيشن method that involve use of formalene which is vaporized into formaldehyde gas يابا لما بعرضوا لدرجة حرارة بيحصلوا vaporization أو vapor بيطلع منه وانت بيكوني الفورمالدهيدي جاز The method may be used in health care facilities to strike الهيت سنسطف اي حاجة هيت سنسطف ميديكاً لكوامن such as المكانيكاً الفنتيليتور اللي بتاعت التنفس الصناعي أو انكيبيتور في النيونيد الحضانات بتاعت الأطفال Unfortunately for the formaldehyde is a mutagen mutagen يعني الحاجة اللي بتقدر تجينريت الحاجات المتاجين الحاجة اللي بتجينريت ميوتيشن تقدر تعمل لتفرات and a potential human carcinogen يمكن يوصل أنه يعمل cancer في الهيومان therefore must be regulated and fully contained to guarantee the permissible exposure limit of the health care worker نخني بأنه لما بيتعرضوا للformaldehyde لأنه ميوتاجين وكمان كارسانوجين عندي كمان تاني الانفرا ريد اللي الأشعة فوق الحمرة إن أنا بعمل بيها رديش micro break لماذا كنا بنتكلم في المحاضرة رقم 11 آآ إحنا كده فاضلنا بالضبط محاضرتين آآ في المحاضرة رقم لا فاضلنا محاضرة واحدة ونخلص general bacteriology ونخلص general bacteriology وتبقلنا بعد كده محاضرة في general virology ومحاضرة في general mycology وكده نبخلصنا بالكامل general microbiology آآ فإن شاء الله كده احنا فاضلنا بإذن الله محاضرة في general bacteriology وبعدها محاضرة في general bacteriology وخلصنا general bacteriology التسعة شابتر بتوعه بعدد المحاضرات الكاملة بتاعته وتبقلنا محاضرة في general virology ثم محاضرة في general mycology وكده نبخلصنا general microbiology بالكامل سواء general bacteriology أو general virology أو general mycology نخش على بعض الأسئلة اللي موجودة على هذا الشابتر وأنا بزا following statement is correct واحدة من اللي جايين دولا صحيحة فبالتالي البقية هي بخطأ طيب خلينا أنا أخدها من تحت high level disinfection is enough for surgical anesthetic and needles no لأن نخلي بنا دي disinfection antiseptic or chemical disinfection antiseptic or chemical disinfection applied to the surface and the floors no low level disinfection is effective against the mycobacterium the mycobacterium mycobacterium tuberculosis من أبشع الميكروبات ليه؟ لأنها عندها waxy mycolic acid في السيلول بتاع تمام؟ disinfection is elimination of all pathogenic microorganisms including the spurs of disinfection no طيب esterilization is a complete removal or inactivation of all forms of microbial life yes yes دي الجملة correct besterization احنا قلنا besterization بنعمل ايه؟ بنسخم وبعد كده نبرد مرة واحد generally اللي بيرفورم داعي 87 عندي 30 no can destroy can destroy an important pathogenic microorganism yes it is a method of sterilization it is done hot water cannot destroy يبهي can destroy important pathogenic microorganism regarding 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 to the hot air of it is used to sterilize the powder and the petroleum product yes لأن hot air جاف ما هوش steam فأنا مقدرش عقم بsteam لبودر خلاص هي أول واحدة اللي هي صح regarding البيوليجيكال انديكيتور زفور من تورينج الاتوكلاف عند الاتوكلاف أنا فاكر نحن أقول نوع معين من الميكروب بالاسبورز بتاعته بحطه في حتة معينة وبعرضه 37 درجة لمدة 48 ساعة وبشوف لو ما حصلش بكتيريا الجروس يبالستراليزيشن كان صح they are placed as the hottest part of the chamber hottest part طب ما هو ده الهوتستو بار مكان مش مناسب ان الاسبورز يحصل لها germination وترجع تعمل بكتيريا الجروس they change their color at 121 21 درجة موية they are paper strep containing the spores جوي باثيلس esterothermophilus صح تمام كده احنا خلصنا مع بعض شابت الرقم 11 شابت الرقم 8 المحاضرة رقم 11 disinfection والستراليزيشن التطهير والتعقيم وكده خلصنا تمانية شابتر من general bacteriology فضلنا شابتر واحد يعني محاضرة واحدة خلاص كده ونبقى خلصنا general bacteriology وبذكركم تاني ده اللينك بتاع قناتي على اليوتيوب باسم دكتور ريشام الدمرداش بالانجلش أو دكتور ريشام الدمرداش بالعربي تشرفت بوجودي مع حضراتكم وان شاء الله بكده فضلنا ثلاث محاضرات وننهي بالكامل كورس general microbiology شرفت بوجودي مع حضراتكم واتمنى عليكم الباور والباور بالعلم تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته